يعرف سوق السمك المتواجد وسط مدينة تصطيف أوضاع جد متدهورة حيث يلجأ معظم باعة هذه المادة المعروفة بحساسيتها تجاه أشعة الشمس وسرعة تلفها لبيعها على قارعة الطريق المزيد في تقرير فلس شايب يعرف سوق السمك المتواجد بوسط مدينة تصطيف أوضاع جد متدهورة بحيث يلجأ معظم باعة هذه المادة المعروفة بحساسيتها تجاه أشعة الشمس وسرعة تلفها ببيعها على قارعة الطريق عشر سنين وناكياري كل قيت بلاسة هنا نقدم على روحي له الجماعة هي كان واحد ستة عباد ولا ثمانية ثانية اعطاهم واحدة يشوفه في الهيضاب واحدة يشوفه في فلندريولي ماش بلاسة تي حوت مرة صافي تاق احنا من بكري سطيف معروف سين بخوش معروف بالحوت المشكلة سردينة تتبع هنا هذه بلاسة سردينة روغار ها روغار سردينة تتبع لهم ها يلا بوستونيري ما بوندوني المرشي مكايش من يعرفوا بلي مرشي تطلع المواطن الصيفي في اقتناء هذه المادة في ظروف صحية مطابقة للمواصفات التي تعرض فيها أنواع الأسماك بأغل الأثماني أكثر من مشروعة في حين اتذار سلطات المحلية تدسيد هذا السوق المطابق للمعايير الصحية تبقى الحيطة من هذه المواد الاستهلاكية سريعة التلف هي العملة المتداولة لحد الساعة